محمد عبد النباوي راكم مصارا مهنيا متميزا أهله ليكون رئيسا أولى لمحكمة النقض بهذا التعيين الملكي يصبح عبد النباوي رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية قبل هذا التعيين كان عبد النباوي وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض رئيسا للنيابة العامة ابتداء من أبريل عام 2017 وقبل ذلك كان يشغل عبد النباوي منصب مدير الشؤون الجنائية والعفو في وزارة العدل ابتداء من مارس 2007 ومن يونيو 2005 إلى مارس 2007 كان مدير إدارة السجون وإعادة الإدماج وقبل هذا التاريخ تقلد مناصب مهمة منذ بداية مصاره المهني عام 1979 حيث شغل منصب وكيل الملك لدى المحاكم الابتدائية بعدة مدن وقاضيا ورئيس قسم بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل ومستشارا لوزير العدل في 2015 نال محمد عبد النباوي الدكتوراه في القانون في موضوع تسليم المجرمين بين القانون الداخلي المغربي والاتفاقيات الدولية هذا الموضوع شكل محور مؤلف أصدره بعد مناقشته للدكتوراه كما نشر مؤلفا آخر حول المسؤولية المدنية لأطباء القانون الخاص إلى جانب ذلك نشر عدة دراسات قانونية وقضائية حول الحصانة البرلمانية والسياسة الجنائية والاجتهاد القضائي وغيرها من الدراسات وقد حصل عبد النباوي على وسام العرش من درجة ضابط سنة 2012 سنة بعد ذلك حصل على وسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط كبير